ينبغي بذل المزيد من الجهد بهذا التصريح اختصر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا نتائج الاجتماع الربعي الذي انعقد في جنيف لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري واستكمال العملية السياسية وكان وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران قد أصدروا بيانا عقب المباحثات توقعوا فيه أن تجتمع اللجنة الدستورية السورية الجديدة في مطلع العام القادم وذكر دبلوماسيون أن كل من النظام السوري والمعارضة عرضا قائمة من خمسين اسما لتكون ضمن اللجنة الدستورية بينما ما يزال الخلاف قائما حول الثلث المتبقي من أعضاء اللجنة والذي يفترض أن يختارهم ديمستورا من أعضاء المجتمع المدني ومن المستقل لعلها أولى الخطوات في طريق الحل السياسي في سوريا لكنها جاءت منقصة اجتماع جينيفا الذي ضم وزراء خارجية الدول الفاعلة في سوريا لم يتمخض عن ولادة اللجنة الدستورية المرتقبة قبل نهاية هذا العام لكن المجتمعين قطعوا مرحلة حاسمة في جهود تشكيلها وربما تعقد أولى جلساتها في بداية العام المقبل بحسب وزير الخارجية الروسي سيركي لافروف أكد الوزراء تصميمهم على تسهيل عمل اللجنة الدستورية من خلال التعاون مع الأطراف السورية ومبعوث الأمين العام إلى سوريا إن عمل لجنة الدستور لا بد أن يستند إلى الميل نحو الحل التوافقي وافق الوزراء على بذل جهود لتسهيل عقد الدورة الأولى للجنة الدستورية في جينيف في مطلع العام المقبل ندعو إلى عملية سياسية قابلة للتطبيق ودائما بقيادة سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة وبغض النظر عن عدم رضا كل من النظام السوري والمعارضة على آليات عمل الدستور الجديد لكنهم قدموا لائحة بأسماء ممثليهم في اللجنة المكونة من 150 عضوا وبقيت العقدة في الثلث الذي تختاره الأمم المتحدة من شخصيات المجتمع المدني السوري إذ يرفض النظام أي دور أممي في تسمية أعضاء اللجنة تشكيل اللجنة الدستورية لطالما كان عقابة في طريق حل الأزمة السورية نص عليها مجلس الأمن في إطار عملية الانتقال السياسي وتوافقت على تشكيلها الأطراف المشاركة في مؤتمر سوتي ويؤمل منها أن تمهد الطريقة لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات في إطار الحل النهائي المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا عمل جادا على تشكيلها وها هو اليوم يغادر منصبه دون أن يشهد ذلك وينضم إلينا من باريس سفير الاتلاف السوري الوطني في فرنسا أهلا بك أستاذ منذر في البداية يبدو أن الخلاف أبعد من مجرد خلاف على الأسماء هناك خلاف على المبدأ النظام السوري يرفض التدخل الأممي كما يصفه في تشكيل هذه اللجنة والمعارضة بدورها أيضا ترفض كل العملية التي لا تجبر النظام على فعل أي شيء إذا هذه اللجنة الدستورية هل فقط هنا الخلاف أم توجد أسباب أخرى بكل بساطة إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بواقعية ونعود قليلا إلى الخلف فإن هذا هو الانقلاب الثاني الذي يقوم به النظام السوري وحلفائه بالنسبة لقضية عملية الانتقال السياسي في سوريا لأننا كنا نعرف أنه منذ سنوات ونحن نشهود على ذلك كنا نتفاوض مع النظام السوري في جينيف من سنة آخر محطة من سنة 2016 وقبلها بدأت في سنة 2014 من 2016 و2017 في أيام الهيئة العليا السابقة حدثت أيضا حوالي على ما بدأ سنتين أي حال حوالي ستة أو سبع دورات من المفاوضات في جينيف لن تنتج أي شيء ولم تتحرك العملية مليمتر واحد على الإطلاق ويومها كان الحديث دور حول عملية الانتقال السياسي الشامل في سوريا على أساس قرارات مجلس الأمن بدءا من إعلان جينيف لسنة 2012 29 حزيران 2012 وبعدها أقرر مجلس الأمن العديد من القرارات كان أهمها على الأقل من ناحية التنفيذية القرارين 2-2-5-4 وهو الأخير وقبله كان هناك القرار 2-2-1-8 الذي قام بتحديد وضع الآليات التي يجب أن يكون حولها الانتقال السياسي حتى القرار 2-2-5-4 يقول على أنه يجب انتقال شامل عبر تشكيل هيئة حكم تنفيذي تحتها عدة خطوط تنفيذي هي التي تقوم بكل عمليات إدارة البلاد على جميع الأسعدة التنفيذية والقضائية وغيرها والتشريعية أيضا سيد ماخوس في ظل كل هذه التغييرات سمحي أن أقاطع ما المرجوء الآن النظام يضع حائط أمام أي عملية انتقال سياسي ويضرب بعرض الحائط أيضا جميع القرارات الدولية إذن ما الهدف من كل هذا التداول لمسألة العملية السياسية والاجتماعات والدول الضامنة وديمستورة الذي يغادر منصبه بعد قليل نعم طيب البارك ريش سوف أجيب على كل التأك حتى على بعض القضايا التي لم تسألها أنا كنت أخون بعملية توصيف للانقلاب الأول لأنه لم يعد أحد يتكلم عن انتقال سياسي حتى بعض الدول التي تعتبر كانت صديقها للمعارضة والشعب السوري والتي لها مواقف سياسية متقدمة كلها اليوم أيضا على الأقل اعتبارا من اجتماع الرباعي الذي حدث في اسطنبول منذ حوالي شهر ونائف كلهم قالوا على أن مصير بشار الأسد يحدده الشعب السوري الطرف الوحيد عبر السنوات الكثيرة الماضية الذي كان يقول ذلك نحن لا ندعم بشار الأسد ومصيره يقرره الشعب السوري كان هذا هو الموقف الروسي الذي كانوا يكرره في كل مناسبة منذ بضعة سنين في الاجتماع الأخير في اسطنبول كل الدول الأخرى التي شاركت وهي تركيا وفرنسا وألمانيا قالوا في نفس اليوم وجميعهم على مستوى الرؤساء بالمناسبة على أن مصير بشار أسد يقرره الشعب السوري وبعدها بيومين قال السيد جيمس جيفري وهو اليوم الذي مكلف بالملف السوري في الخارجية الأمريكية قال حرفيا نفس الشيء نحن نقبل بوجود بشار أسد في المرحلة المقبلة ضمن عملية إذا كانت هناك عملية انتخابية ديمقراطية إذن أين هو الانتقال السياسي الكل المجمعين على أن مصير بشار أسد يقرره الشعب السوري هل هناك إمكانية اليوم دعنا لتساءل أن تتاح للشعب السوري فرصة ليقول رأيه هل يريد بشار أسد أم لا هذا مستحيل اليوم كما نعرف على الإطلاق إذن ألغوا كل عملية الانتقال السياسي كل قرارات مجامل وانتقلوا إلى أو اختزلوا كل العملية السياسية للانتقال السياسي في سوريا بما يسمى قضية الدستور الدستور كانوا في البداية متفقون على أن هناك سلاسة سلاسة أقسام خمسين بخمسين بخمسين النظام يحدد خمسين حدد المعارضة حدد خمسين والنصف الثالث يحدده عفوا ديمستورا ولكن كما نعرف نحن منذ حوالي أيضا شهر كان هناك كما نعرف مؤتمر صعف الوليد المعلم الذي قال على أنه لا يسمع على الإطلاق أن هذه قضية سيادية والنظام السوري هو الذي يحدد السلسة الثالث أو السلسة المعطل الذي يمثل المجتمع المدني والنساء وغيره والمستقلين فلنقول هنا هذا انقلاب ثاني تماما إذن لا يريد كان هناك مقررين حتى النظام السوري لم يعترف في ظل انعدام الخيارات أمام المعارضة ليست هناك جدوى ليست هناك أي خيارات والذين بعض أطراف المعارضة يريدون أن يثبتوا على أن وجودهم مطلوب ولازم يبقوا لأن هناك شغلات تنشتغل وهنا يقولون أيضا بالمناسبة على أن عبر الدستور سوف تكون هذه نافذة لإنجاز عملية الانتقال السياسي عبر تنفيذ هذا كذب وهذا نفاق وهذا غير ممكن على الإطلاق الألية المتبعة اليوم نظريا ونحن لا نعرف هل يمكن تطبيقها أم لا هو أن تتم تشكيل اللجنة لا نعرف متى تتشكل ولا يزال النظام السوري وحلفاه يريين هما أن يترأسوا اللجنة وأن يشكلوا السلسل الثالث بمعنى أن تكون لهم الأغلبية لكي يقدموا مشروع الدستور بالشكل الذي يلائمهم هذه قضية وبعدها الانتخابات قبل الانتخابات فلنقول يجب أن يتم استفتاء على الدستور استفتاء لكامل الشعب السوري في الداخل والخارج كيف يمكن اليوم إجراء انتخابات نزيهة ذات مصداقية وشفافة وديمقراطية في الظروف الحالية لأنه كنا نبرهن على أن الجميع قبلانين اليوم ببشار أسد في كل المرحلة المقبلة وحتى الانتخابات وحتى أكثر من ذلك يقولون إذا أخذنا آخر التصريحات البارحة لسيد جيمس جيفري الذي قال نحن لا نهدف إلى إخراج بشار أسد نحن نقبل بوجوده وباستمراره إذا كان يلائمنا أو كان يقبل بتشكيلة جديدة في الحكومة السورية أو شيء من هذا النوع إذن انتقال سياسي غير موجود على الإطلاق سوف يتم كل ذلك تحت مظلط النظام السوري من يضمن إذن أن تتم أولا استفتاء نزيه على الدستور ثانيا إذا جرت انتخابات على أساس الدستور الذي قد يقر هذا يعني أيضا سيكون في ظل بشار أسد نحن لدينا تجربة والعالم كله لدينا تجربة إلى أي حد النظام السوري اليوم هو شفاف ونزيه وديمقراطي وكيف سيسمح بعملية انتخابية انتخاب البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية هذا مستحيل على الإطلاق هذا عبارة عن شراء سمك في البحر وبالتالي من وجهة نظري ومن وجهة نظر أغلبية الشعب السوري والمعارضة هذه عملية عبسية ومستحيلة على الإطلاق لا يكون هناك حل أيضا إذا سألتني ويسألون الناس جميعا ما هو الحل؟ الحل أنا أقول واليوم بالمناسبة أريد أن أتوهي منذ عدة دقائق وصلت من المطار كأننا في اجتماع مهم في جنوب فرنسا بحضور صيد وزير الخارجية طبعا يقولون نحن اليوم نعمل على مقاربة أن تكون هناك لجنة دستورية تضع انتخاب حسب الآلية التي حكى فيها بالإعلام أنا أقول هذا الشيء غير ممكن على الإطلاق ولن تتحقق الحل الوحيد من وجهة نظري هو أن يقوم المجتمع الدولي الذي كان ابن خازلا كل هذه السنوات يتحمل هذه المرة مسؤوليته التاريخية أعضاء مجلس الأمن الدائمين زاد الدول المخرطة والقوية وزاد التأثير بالسياسة الدولية مثل ألمانيا يجب أن تضعب بالتأكيد ودول أخرى إقليمية مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا بالتأكيد وحتى فلتكون إيران لكن يجب أن تكون تشكيلة دولية فاعلة تمثل معظم المجتمع الدولي الذي هو يقرر السياسة الدولية تقوم بتشكيل فلنقول حل أو فرز حل اتفاق على حل يفرض من فوق حتى لا نبقى مدى الحياة مفاول عن نظام السوري لا على عملية انتقال سياسي ولا على الدستور ويقرها وبمراقبة الأمم المتحدة ليس مراقبين وإنما بقوات على الأرض لكي تكون العملية ديمقراطية ونزيها وزاد مستقية شكرا جزيلا لك سفير الاتلاف السوري الوطني المعارض في فرنسا منذر ماخوس كنت معي من باريس